مرحبا بكم في قناة دي دو سمدي ينجب المركز ويمكننا ذلك نسمي ما هو آت شرائية من الشركات المهم ينجب المركز وينجب المخفف لكيتباع رخيص ثمان بتربية الارانيب نعطيكم هالكلور يمكن استخدمه هو اول شيء مميقبة مئة بالمئة يمكن ان بحث القناة بمشاركة ديما كيكونوا كتلقوا فيهم واحد كحولة مثلا هنايا شوفوا لاحظوا معايا هنايا ممكن اننا نرش هاد القرور نخلط شوية ديال معاهد شوية ديال الماء ماشي من لاب ما يكون يعني كله قرور وانما هكا بها الطريقة الرشو ايج جوانب ممكن هكا واحد رشة كبيرة على الالانيب هكا هكا ماشي مشكل هدا من جهة يعني كان نعقمو به الكاش يعني كان نهضرو على الكاش يعني ممكن ان نمسحو من بعد بواحد الشيتة هاد الاسلك يعني الرشو به ونمسحو هاد الاسلك هدا واكتري القاعدة يعني تلفوق مش مشكل يعني القاعدة يعني هاد الاسلك هاد رماء ما كدنش رهم زيانة ولكن مع المدة كانت كتولي يعني عنده واحد اللون شبه ابيض منين تشوفوا اللون شبه ابيض يعني يرى ذك الفضلات كتطيح ولكن يعني الفزق ديالهم يعني البول ديالهم اعزكم الله كي يبقى في ديال الاسلك انتو ما ارشو عليه بواحد الرشا وحكو بالشيسة يعني هدا دور من ادوار ديال القرور القرور عود ممكن يستعملوه الناس اللي كينين في العروبيات يعني يعني الناس اللي ما مدخنش الماء يعني ما عندهمش الماء في الروبيني كي يزبدو المياه من الابار يعني بئر كيشبدو منه الماء و كيشربوه منه الارانيب كون هم متأكدين ان هادك الماء إلا بشوطة شربوه منه الارانيب ماشي غادي يضرهم ولكن كيكون عندهم واحد البول ديالهم كيبولي احمر مدمم يعني شحام وعد كيقول كانا عندي الارانيب ديالي فالعروبية والبول ديالهم أحمر يعني ما إلا اللون الأحمر وما كيفهمش علاشهم مشي مراض ولكن كي يقول لك أنا هم عايشين بهذه الطريقة ولكن كي يلاحظ أن البول ديالهم مرة مرة كي يقول لي أحمر هذا السبب راجع المياه الجوفية مياه الجوفية ممكن أننا ندير لها يعني في واحد البوليزة كبيرة ما زالنا خمس يطرو ممكن نديروا واحد غلاقة نص غلاقة مثلا قعري شوية ديالاش ديال القلور يعني اسمه هو القلور جافيل جافيل ممكن ديروا واحد معي يلقى معي يلقى في طرو معي يلقى في يعني اغلاقة في خمس يطرو والكمية اللي درتوها أراها أخذ دم اللي ماشي غيمة كطروش ما فيه ماشي غالي الواحد غادي يدير كاس مثلا في خمس يطرو هذا من جهة يعني هذا تعقيم المياه وحتى الناس اللي عندهم يعني المياه ديال روميني انا كتكون تهي مداوية لاحظوا انكم اني كتشدوا المياه ديالكم كتكبوها أول مرة كتلقوا واحد تشنشين بحن نقولوا بحل شكل ديال يعني الاسبيريمي كتديروها مع مع الماء كتقطلوا واحد تشنشين هذا كتشنشين اسمه هو ذكره هما مداوينه يعني كين كلور ولكن كين مواد أخرى تموت ديرون سوموم ديرو معاه مع يلقى ديال ديال جافيل ديروها معاه باش يحيد هدك السوموم اللي كتكون في الماء إضافة أن يعني الكلور المشير المخفف يعني يعني الاتشي ناكن قولوا ااتشي الناس كي معروفين كيقولوا ااتشي كيكون واحد الليتر كيتبع بسبعة درهم ونس هدك الناس اللي عندهم يعني هذه معلومة را فيس كيلينها وكان كرددها ديما باش يعني نعاون خوتي باش ما يتيحوش في واحد الفخ ديال للجرب مني كيكون شو عندكم الجربة يعني ضي السر الجربة مشي ديال الأودون مشي تتسمغ الأودون لا جربة اللي هي كتكون ديال تساقط الشعر يعني كتكون من يعني القنية ديالكم طاح لها الشعر من جهة الجبهة من جهة الأنف من جهة الرجلين مني نشوفوا عندكم هد الحالة هذي مباشرة ديروا نص كاس ديال زيت العود ونص كاس ديال القلور يعني آت شي هي نفس الكيمية مني تتشوفوا نص الكيمية كما كانت نص كاس ولا معلقة معلقة ولا أي حق المهم نفس الكيمية تخلطوهم مع بعضياتهم يعطوكم واحد المحلول تشدوها القطنة ولا اللي كان أي صوف ولا أي حاجة وتمسحوا وقت من أحسن تكون قطنة وتمسحوا به المناطق اللي مضروبة بالجرب كنوا متأكدين أدا غادي تشكروني بزيف على هاد المعلومة هدي لأن الناس كيخافوا من الجرب ديال يعني تساقط الشعر نتفكروا معايا نفس الكيمية ديال الزيت العود الزيت العود الخيصة ماشي الغالية ولا الحائدة ولا زيت العود عادية نفس الكيمية اللي كتدروها كتخلطوها مع آتشي وكتمسحوا المناطق اللي مضروبين بها لمدة 3 يام نهار الرابع إن شاء الله كي يجيب الله تسير إذن الحلقة ديالنا سهلات كان نتادر على الصوت ديال النقاقية ديال الدجاج لأن وقيتهم هدي باش كي باش كي وضعوا البيض يعني كي يبقوا يجيروا هاد الصوت هادا آآ كان 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 اعتراق أن أن هذا الحلقة يعني راه مهمة يعني الكلور راه مهم مهم عنده فوائد بالنسبة للآرانيب بواحد الشكل يعني ضروري يكون عندكم واحد الليتر ديما محطوط على جن ديما إما خدموه في الأخر في ذك الولادات هم نقيوا به نصحوا به ذك الولادات لأنك تكون الأنثة عاد ولدت منيني دوزو حلوقيتها ذك الشعر ديالها والدم مني كي كنت مما ملابد ما تغسلوها ذك الجيها بالكلور ديما ديما يكون عندكم واحد الليتر ديال الكلور ممكن تخلطوهم مع المبحر هكا بشير الشاشة ولا هكا المهم أنكم تبقوا وتخدموه ديما ديما يكون عندكم كدواء يكون عندكم مع الأدوية الكلور يكون عندكم مع الأدوية إذن الحلقة ديالنا هي هذه كم شكرا لكم على التعاليق طيبة ديالكم ما تنسونا زر جام اتقعوا لزر الجرس كي يصلكم جديد ديالي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة